السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الطلبة والطالبات الأعزاء طلبة الصف الخامس الابتدائي للمدارس العربي والمدارس التجريب لغات والمدارس اللغات وأولياء أمورهم الكرام المشاهدين والمتابعين لمنارة العلم English for you أهلا ومرحبا بكم في لقائكم المتجدد على منارة العلم English for you النهاردة معنا بنك أسئلة هنحل على الوحدة السبعة من منهج Connect 5 للصف الخامس الابتدائي طبعا إحنا كنا خلصنا Unit 7 و Unit 8 الوحدتين اللي هما منهج شهر فبراير اللي المفروض هنمتحن عليهم في أول مارس فدلوقتي منزلين بنك أسئلة على الوحدة السبعة هنحلوا مع بعض هنشوف مع بعض الورقة الامتحانية بتجلنا شكلها عامل إزاي هنعرف مع بعض كل نوع أسئلة ممكن تجلنا في الامتحان والأسئلة إزاي نتعامل معاها وإزاي نحلها ونشوف كل من الأفكار المختلفة للأسئلة دي بحيث إن إحنا ما نتفاجئش ونشوف أي فكرة جديدة في الامتحان ما نكونش تناولناها مع بعض قبل كده قبل ما نبدأ ما تنساش تحط لايك تحت الفيديو وما تنساش تعمل السبسكرايب أو الاشتراك في القناة وتفعل الجرس على الكل اشترك معنا وفعل الجرس عشان كل ما نازل فيديو يوصلك إشعارني فيه فيديو نزل فتدخل وتتابع معايا يلا بينا مع بعض نشوف بارت 1 في البنك ده وهو عن سؤال أو مهارة الاستماع هنبدأ ونقول سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت علام الغيوب واللهم لا سهل إلا ما جعلته سهل وأنك ستجهل علينا كله صعب سهل بإذن الله ونشوف مع بعض أول جزء فيه الملزمة مهارة الاستماع طبعا عايزين نشكر مستر أشرف شهين لأن الملزمة دي من إعداد مستر أشرف شهين وهي بنك أسئلة رائع متناول جميع الأسئلة اللي ممكن تجيلك عن الوحدة السبعة ونشكر مثني نيفين سعيد لأن هي اللي حلت الملزمة والشلحة هيكون على قناة منارة العلم انجليش فوريو عشان نتدرب مع بعض على أسئلة الامتحان هنشوف مع بعض بارت وان اللي هو سؤال طبعا لازم بنحفز الطالب رأس السؤال ونبقى عارفين أن رأس السؤال ما بيجيش في الامتحان مترجم فبقى الطالب عارف أول ما يلاقي listen and write true or false يعني كطأة الاستماع وأسئلة صحة وغلط إلا عليها طبعا إحنا عندنا نوعين من كطأ الاستماع كطأ استماع عليها أسئلة true force وكطأ استماع تاني عليها أسئلة complete في الفيديو ده هناخد النوعين وهنشوف مع بعض من حلهم إزاي طبعا مبدئيا احنا عارفين أن أي سؤال عشان نحله في الامتحان لازم أن احنا نكون فاهمين الفوكابرا ريق بتاعنا ومذاكرين الدروس لأنه ما بيجيب ليش أي سؤال من بره الدروس ولا بره الفوكابرا اللي أنا واخدها والامتحان بيعتمد على أنك بترجم الكلام اللي موجود قدامك وعنص إنك ترجمت الكلام اللي موجود قدامك وفهمت المعنى فهمت سياك الكلام هتعرف تحيل فدي أول حاجة تاني حاجة إحنا عارفين أن قطعة الليسنينج خلاص مش موجودة في الورقة بتاعت الستودنت هي موجودة في ورقة التيتشر بس التيتشر بيدخل وبيقرأ لك القطعة مش هيقراها كل واحد لوحده بيقراها للكلاس كله فوانس إن التيتشر دخل عشان يقرأ القطعة الكلاس كله ساكت عشان يسمع التيتشر هيقرأ القطعة ثلاث مرات أول مرة هو بيقرأ القطعة حاول تلقط المعنى منه وده هيجي بالتدريب وبالممارسة وبمذاكرتك للدروس بتاعتك هتبتدي واحدة واحدة تلقط المعنى أسرع من الأول كلما تدربت وعملت براكتس وإكسرسايز أكتر تاني حاجة وهو بيقراها تاني روح على الأسئلة بتاعتك اقرأ الأسئلة وحلها على الكلام اللي هو بيقوله شوف بقى السؤال الأول true ولا false بلائن على كلام اللي تيتشر بيقوله تانية مرة وهو بيقرأها هتكون انت خلصت حل الأسئلة ابتدي راجع الحل بتاعك على الكلام اللي تيتشر بيقوله ولازم تكون سريع البديهة يعني مثلا لو في قطعة بتوصف لك مثلا البيت اللي عنده مكون من كم حجرة الحجرة فيها إيه لازم تبقى عامل ملخص في دماغك لكلام اللي هو بيقوله ده عشان تعرف تحط true force خلاه هو مثلا قالك حاجة موجودة عن يمين حاجة موجودة على الشمال حاجة موجودة في النص عندك مثلا عدد سرينين لأ ده تلاتة عندك أخ لأ ده عندك أربع إخوات تخلي بالك من الحاجات دي عشان بعد كده هيجي يسألك فيها في true force فتكون استوعبتها وسجلتها وعملت لها كده ملخص في دماغك بسرعة يلا مع بعض كده نقرأ أول كتعة عندنا هنقرأ الكتعة الأول القتعة بتقول طبعا كتعة بسيطة جدا جاية من الدروس اللي أنا أخذها فكابلي نفتحها بسيط بيقول يعني اسمي عمر يعني أنا بحب حجرة المعيشة طبعا حجرة المعيشة هي الحجرة اللي بيبقى فيها الأنتري أو فيها الركنة اللي بنقعد فيها نلعب الكمبيوتر جيمز أو بنتفرج على التلفزيون بيقول بيقل بيقضي وقت كبير قوي معظم وقته في حجرة المعيشة بيوصف لنا الحجرة بقى فبيقول لي على اليمين بيقول ان فيه كنباية الكنباية دي عليها مخدتين أو تكيتين بيقول على اليسار بيقول عندي كرسي بدرعين الكرس يزول أزرعه وقدامه التلفزيون الكبير بيقول بيقول انه بيحب يشاهد التلفزيون بالليل أو في المساء مع الأسرة بتاعته يلا نشوف الأسئلة بيقول لي نمبر ون عمر's favorite room is his bedroom هل حجرة أو الحجرة المفضلة لدى عمر هي حجرة النوم طبعا الكلام ده فولس لأنه قال لي ان الحجرة المفضلة ليه هي living room حجرة المعيشة مش البدرون ففولس غلط فحطيت علامة الفولس وكتبت الف طيب السؤال بقى كده بيقول on the right there is a cushion with two modern cushions هل على يمين موجود الكناماية اللي عليها التكيتين أو المخدتين طبعا الكنام ده ترو صح وهو قال لي كده في الكتعة فعشان كده حطيت علامة الصح اللي هي اللتر تي معناها ان الجملة صحيحة نمبر سري بيقول on the left there is a desk يعني على الشمال أو على اليسار في مكتب طبعا الكلام ده فولس عشان هو ما قلليش الكلام دوت في الكتعة نمبر فور بيقول عمر loves watching television at night with his family عمر بيحب يتفرج على تلفزيون بالليل مع الأسرة بتاعته طبعا true زي ما هو قال لي في الكتعة يلا نتضرب وناخد كتعة تانية يلا بينا نسمع وبعدين نترجم الكتعة بتقول ancient Egyptians wanted to keep their homes cool the mud bricks held do this some people painted their homes برد مش برد يعني متلج بس برد يعني مش حر يبقى البيت بتاعهم يعني الجو بتاعه حلو كده the mud bricks helped to do this بيقول لي ان الطوب الني الطوب اللي معمول من الطمي الطوب اللي بنسميه الطوب اللبني ده بيساعد على كده طب ايه الفكرة ليه يا ميس الطوب ده بيساعد طب ده بساعد cetera لأن الطوب ده جاي من الطميه بتاع نهر النيل فهو جاي من المية فبالتالي فيه جواره توبة فيه جوة مية فبالتالي لما باستخدمه هي ببقى برضو محتفظ بالمية اللي فيه فالمية اللي فيه دي بتعمل ان البيت يكون سائع ان البيت يكون كأنه مشغال فيه تكيف ومروحة على ان في الفترة دي ما كانوش اختراع التكيف والمروحة فده هيساعد ان البيت يكون كول يكون منتعش اما الطوب الناي ده لو دخلنا الفرن وتحرق في الفرن بيتحول للطوب الاحمر اللي هو احنا بنبني به دلوقتي الطوب الاحمر ده لما دخل الفرن اكتسب حرارة فالحرارة دي جوة الطوبة فلما بتجي تبني به تبصت لقي البيوت بقت حر ليه لان الطوبة اللي دخلت في الفرن وتحمارت دي لسه فيها الحرارة محتفظة بيها فبتخلي البيوت حر عكس الطوب اللبني او الطوب الطبيعي اللي كلا بنبني به زمان اللي كان بيخلي البيوت رطبة كده وجو بتاعها منعش طيب بيقول لي بعض الناس بتدهن البيت بتاحها بالليون الابيض عشان اولا يبقى اجمل في الشكل تاني حياة كمان يبقى مرضو البيت منعش وبارد طب ايه الفكرة الفكرة احنا خناها في الدراسات الاجتماعية مش احنا كنا بنقول ان احنا في الصيف بنلبس الملابس الخفيفة ذات الالوان الفتحة يعني مثلا في الصيف نلبس ابيض نلبس روز نلبس لبني نلبس بينك طب ليه ايه الهدف من الانوان الفتحة لان اللون الفاتح بيعمل على انعكاس اشعة الشمس ما يمتصش الشمس انما يعكسها بعيد فلما انحطها تبقى بيضة هتعكس الشمس بعيد عن البيت فبالتالي البيت مش هيكتسب حرارة فبالتالي مش هيبقى سخن مش هيبقى حر انما هيبقى منعش ورطب ويبقى كأنك البيت بتشغل فيه تكيف ومروحة بعين الوقت ده ما فيهوش تكيف ومروحة اما في الشتاء كنا بنلبس الملابس الشتوية التقيلة وبيكون الالوان بتاعتها غمقة رصاصي بقى كحلي اسود ليه عشان الهدوم الغمقة دي بتمتص اشعة الشمس فهتخلي اشعة الشمس تجي لك فايه تحس بالحرارة والدفء فانت لو مبيض بيتك بلون غامق الشمس هتجي فيه فلبيت هيبقى حر انما لو مبيضه بلون فاتح الشمس هتنعكس عنه فهيكون البيت منعش وبارد طيب بيقول لي ان جميع المنازل بتاعت المصريين الكدماء كانت عندها الأسطح الوسعة والسطح ده كان الجزء المقرب لدى الأسرة يعني الجزء المحبب في البيت لدى الأسرة ليه؟ لان العيلة كانت بتطلع وتنام على السطح ده في المساء اللي بيكون حر طيب تعالوا نشوف الأسئلة بيقول نمبر وان الكدماء المصريين كانوا عايزين بيوتهم تبقى حر طبعا فولس وما كانوا عايزينها تبقى كول فحطيت علامة الفولس معناها ان الجملة دي غلط طيب نمبر تو بيقول هل بعض الناس بيضوا البيوت بتاعتهم بالنون الأحمر طبعا الكنام ده وات فولس هما بيضوها بالوايت وقلنا عشان تبعد أشعة الشمس عنها فالبيت يبقى رطب طيب نمبر ثري بيقول يعني كل البيوت المصرية القديمة كان عندها الأسطح الوسعة طبعا الكنام ده واترو كان جزء أساسي في البيت كده وهب بيبنو يبنو السطح الوسع طيب نمبر فور بيقول يعني دايما الأسرة بتنام على الأسطح في المساء الحر طبعا الكلام ده واترو احنا قلنا انهما كانوا بيبنوا الأسطح وكانوا بيطمعوا يناموا عليها لما بيكون الجو حر طيب القطع اللي بعد كده بتقول طيب يلا نقرأ كده القطع بالراحة ونفهم الترجمة بيقول يعني في كل أنحاء العالم الناس بتسكن في أنواع مختلفة من البيوت أو المنازل معظم الناس نوع السكن الشائع اللي بيسكنوا فيه بيكون هو عبارة عن الشواء السكنية يعني الشواء اللي موجودة في مباني السكنية ناس كتير بيتعيش في فيلل الفلل دي بيكون فيها حمامات السباحة الكبيرة بيقول اسكيموز اللي هو الناس اللي في الاسكيمو بقى في الجليد وكده بيعيشوا في بيوت من التلج أو كهوف من التلج اجلوس دي are made of huge blocks of ice الاجلوس ده هو بيت مكون من اوالب من التلج طيب بيقول هنا number one people live in different types of homes around the world يعني الناس بتسكن في أنواع مختلفة من المنازل حول العالم ايوة طبعا صح لان مش كل الناس بتسكن في نفس الحاجة في ناس بتسكن في الhouse boat في ناس بتسكن في الapartment في ناس بتسكن في big house في ناس بتسكن في الكيف في ناس بتسكن في التنت في ناس بتسكن في الاسكيموز في ناس بتسكن في أشكال مختلفة من البيوت طبعا صح number two بيقول many people live in apartment buildings اغلبية الناس او معظم الناس بيعيشوا في المباني السكنية او شواء اللي بتكون موجودة في مبنى سكني طبعا الكلام ده true صح طيب number three طبعا الكلام ده true طبعا الكلام ده true طبعا تانية القتعة بتقول طبعا الكلام ده true طبعا الكلام ده true they were used for traveling and trotting كانوا بيستخدموا المراكب دي عشان السفر يتنقلوا من مكان لمكان وعشان التجارة they were made of wood المركبة الشرعية دي مصنوعة من الخشب most Egyptians had boats كثير من المصريين او اغلب او معظم المصريين عندهم الوراكب الشرعية دي طيب تعالوا نشوف الاسئلة number one بيقول buses were the best transportation هل الاوتوبيسات دي كانت افضل وسيلة للمواصلات طبعا false هو قال لي boats قال لي المراكب لان كان الانتقال بيكون عبر نهر النيل فنهر النيل مية فعشان امشي فوق المية بامشي بالمركب number two بيقول they used boats for trotting كانوا بيستخدموا الملاكب الشرعية دي للتجارة طبعا true لانهو قال ان هما كانوا بيستخدموها للترافلينج للسفر والانتقال والتروتينج باردو للتجارة number three بيقول the boats were made of wood هل الملاكب دي مصنوعة من الخشب طبعا true عشان هو قال لي ان الملاكب مصنوعة من الخشب number four بيقول no one in Egypt had a boat ما كانش فيه حد في مصر عنده مركبة طبعا force انهو قال لي انه most Egyptians يعني معظم او اغلب مصريين had a boat كان عندهم مركبة فطبعا يبقى الجملة دي force طيب نشوف قطع كمان القطع بتقول طيب تعانوا نترجم I am علي اسمي علي I love my bedroom بحب حجرة نومي I share it with my brother بشاركها مع اخويا يعني ده معناه ان انا واخويا دينا حجرة واحدة on the right بيبتدي وصف لي الحجرة بتاعته بيقول لي على اليمين there is my brother's bed next to a big lost في السرير بتاع اخويا وجنبيه دولاب كبير علي shares the bedroom with his brother بيقول لي علي بيشارك القودة مع اخوه on the left على الشمال او على اليسار there is my bed في السرير بتاعي in the middle of the room في نص الحجرة there is a desk and two armed chairs with two cushions في المكتب وفي كرسيين بدرعة وفي التكايتين او المخدتين ده فين؟ في المدل بتاع الروم في نص الحجرة on the wall بتوصف لي الحيطة بقى بتقول لي على الحيطة there are lots of posters of famous footballers في صور او ملصقات للاعبين كرة قدم مشهورين طيب نشوف الاسئلة number one بيقول علي shares the bedroom with his sister علي بيشارك القودة مع اخته طبعا فورس هو بيشاركها مع اخوه كمان الولاد بينموا مع بعض والبنات بتنم مع بعض فطبيعي ان بنتين هيشاركوا القودة مع بعض اما ولدين هيشاركوا القودة مع بعض فعشان كده يبقى فورس number two on the right there is a bed next to a big lost يعني على اليمين في سرير وبعدين جنبيه الدولاب الكبير طبعا true هو وصف كده number three بيقول on the left there is a desk and two arm chairs هل على اليسار فيه مكتب وفيه كرسيين بدرعة طبعا هو قال ان الكلام ده موجود في الميدل بتاع القودة مش on the left فطبعا الجملة هتكون فورس خطأ number four بيقول on the wall there are lots of posters of famous footballers يعني على الحائط فيه ملصقات او صور بتاع تلاعبين كرة قدم مشهورين طبعا true لانه هو قال لي كده طيب شوف كتعة كمان بيقول in ancient Egypt many people made their homes near the nine they used its water for drinking cooking and washing they also used mud from the river to make bricks for their houses the mud bricks made very strong walls ancient Egyptians built the walls of every house with mud bricks طيب يلا انترك بيقول in ancient Egypt في مصر القديمة many people made their home their homes near the nine يعني بنوا المنازل بتاعتهم بالقرب من نهر النيل ده كان لسبب ايه؟ لأنهم كانوا بيستخدموا its water المية بتاعت النهر for drinking للشرب cooking للطهية washing للغسيل they also used mud from the river to make bricks for their houses كمان استخدموا الطمية بتاع نهر النيل في انهم يصنعوا منه الطوب اللي هيبنوا بيه البيوت بتاعتهم the mud bricks made very strong walls الطوب النيه او الطوب اللي خدوه من الطمية ده بنى لهم يعني حوائط قوية جداً يعني متحطش بالك ان الحوائط مثلاً بالطوب النيه هيكون ضعيف او يقع او كده لا بالعكس بنى لهم حوائط قوية جداً ancient Egyptians built the walls because of every house with mud bricks الكدماء المصريين بنوا الحوائط بتاعت كل بيت من الطوب النيه او من الطوب اللي متاخد من الطمية بتاع نهر النيل ده اللي بنسميه الطوب اللبني طيب نشوف الاسئلة بيقول في مصر القديمة ناس كتير بنت بيوتها بالكرب من نهر النيل طبعاً الكلام ده صح وقلنا عشان كانوا بيستخدموا المية بتاعته في الشرب وفي الاكل وفي الغسيل وكمان استخدموا الطمية بتاعه في انهم يعملوا منهم الطوب الحجارة اللي بيبنوا بيها المنازل او البيوت بتاعتهم طيب number 2 بيقول people use the Nile water for drinking only الناس استخدمت مية نهر النيل عشان يشربوا بس طبعاً الكلام ده فولس وما استخدموها لل drinking لل cooking لل washing يعني شرب وطهي واكل واستحمام وغسيل وكله فطبعاً كده فولس number 3 بيقول they use the mud to make bricks هما استخدموا الطمية ده عشان يعملوا الطوب او الحجارة طبعاً true number 4 ancient Egyptians built walls with paper يعني الكدماء المصريين كانوا بيبنوا الحطان من الورق طبعاً خطأ هما كانوا بيبنوها من mud bricks من الطوب الني او الطوب اللبني اللي هو كان متاخد من نهر النيل طيب نشوف القطع اللي بعدي كده القطع بتقول هانا's family moved to a new apartment in Giza اسرة هانا انتقلت لشقة جديدة في الجيزة it's much bigger than their old apartment يعني هي كانت كبيرة عن شقتهم القديمة it's much bigger than their old apartment طيب the new apartment is near the pyramids الشقة الجديدة بجنب الاهرامات there are 3 big bedrooms عندهم 3 حجرات نوم كبار هانا shares a room with her younger sister هانا بتشترك هي اختها الاصغر منها في حجرة واحدة مروة اختها الاصغر منها دي اسمها مروة هي اختها مروة قاعدين في قضة واحدة all the family like the new apartment كل العيلة بتاعتها حبوا الشقة الجديدة شوفي الاسئلة بيقول هانا's family moved to a new apartment in Cairo يعني اسرة هانا انتقلت لشقة جديدة في القاهرة طبعا الكلام ده فالس لانه هو قال انه هي كانت في الجيزة انتقلوا لشقة جديدة في الجيزة طيب number 2 بيقول the new apartment is near the pyramids هل الشقة الجديدة كانت بجوار او جنب يعني بالقرب من الاهرامات طبعا الكلام ده صح number 3 بيقول there is only one bedroom in the new apartment كان في عندي حجرة نوم واحدة بس في الشقة الجديدة طبعا فولس هو قال انه كان عندي 3 كان عندي 3 حجرات مش حجرة واحدة طب number 4 بيقول هانا shares a room with her younger sister هانا بتشترك هي واختها الصغيرة في حجرة طبعا الكلام ده هو true طيب نسمع الكتعة اللي بعد كده الكتعة بتقول near a pretty village in the italian countryside there is a house with unusual garden there is a house with unusual garden يعني بجوار قرية جميلة موجودة في الريف الايطالي كان هناك في بيت البيت دوت كان بحديقة الحديقة دي حديقة غير اعتيادية حديقة مش معتاد عليها حديقة شكلها غريب شوية the garden has a very big space with different and beautiful plants inside الحديقة كانت وثعة جدا كبيرة جدا وكان فيها انواع مختلفة من النباتات اللي جواها وكانت النباتات اللي جواها شكلها جميل there is a big house with six bedrooms كان البيت ده مكون ان هو بيت كبير موجود فيه ست حجر نوم with three bathrooms وثلاث حمامات and two kitchen ومطبخين طيب طبعا والتيتشر بيقرالك ركز ان انت تبقى حافز في دماغك كده ان هما ست قوة نوم ان هما ثلاث حمامات ان هما مطبخين عشان اكيد هيجي اسألك فيهم في true force طيب هنا بيقول لي there is a house with an unusual garden in Paris هل في منزل بحديقة غير معتيادية او شكلها غير تقليدي يعني في باريس طبعا فولس هو قال لي في ال italyan countryside يعني في الريف الايطالي طيب هنا number two بيقول this garden has a very big space with beautiful plants يعني الحديقة دي واسعة جدا فيها مكان واسع جدا فيها نباتات جميلة جدا طبعا الكلام ده true طيب نشوف كتعة تانية طبعا بال practice بال exercise بالتمنين هيبقى الموضوع اسهل بالنسبة لك وزي ما انت شايف طالما حافز بتعرف تترجم الموضوع هيبقى سهل لانه كله بيبقى جاي من الدروس او جاي من موضوعات لها علاقة بالدرس اللي انت واخده وبالvocabulary اللي انت واخده طيب تعالوا نشوف الكتعة دي بتقول ايه طبعا دي بردوغوز من الدرس بيقولي هنا there is an unusual house in the Netherlands online يعني بيقول ان في بيوت او يوجد بيوت غير اعتيادية شكلها مش متعودين عليه موجودة في هولندا شافها online شافها على النت اللي هي البيوت المبنية بالمشقلب البيوت متشقلبة بحيث ان القاعدة بتاعتها لفوق والرأس بتاعتها بتكون لتحت it is actually an old farm house هو بالفعل منزل يعني منزل بتاع مزارع او منزل بتاع مزرع قديمة all the windows are at the top كل الشبابيك بتاعته فوق so you get a lot of lights فاكرين لما كنا منشرح في الدرس وكنا مفرجن لكم البيت كان الشبابيك بتاعتها كلها من فوق وهي القاعدة بتاعته مقلوبة فبالتالي بيبقى اسهل انه يخش له النور من كل حتة ويخش له اكبر قدر ممكن من النور بتاع اشعة الشمس local people like it because it fits in very well with the local landscape الناس المحليين الناس بتوع القرية الناس بتوع المزرع حبين البيت دا قوي لانه شايفين انه هو ملائم للمنظر اللي هو موجود فيه لانه هو موجود فيه في المزارع والحقول فهو ملائم جدا او ماشي يعني مع المنظر اللي هو موجود فيه طيب نشوف الاسئلة بيقول number one the upside down house is in the netherlands يعني البيت المشقلب دا البيت المشقلب دا موجود فيهولندا طبعا شوه هو قال لي كده طيب number two all the windows are at the bottom طبعا لا هو قال لي ان هي at the top ما قلش ال bottom يبقى فولس طيب number three بيقول local people do not like it يعني الناس المحليين الناس الموجودين في المكان اصحاب المكان مش حبينه لأ هم حبينه جدا لانه هو ملائم مع المنظر الطبيعي اللي هو فيه طبعا دي هتكون فولس number four بيقول it's actually an old farmhouse هو بالفعل بيت مزرع قديم طبعا تروح شوه قال لي كده طيب يلا ناخد كتع كمان بيقول i love my bedroom i share it with my sister on the right there is my bed with a desk next to it on the left there is my sister's bed in the middle of the room there is an armchair with two cushions and a big lost on the wall there are lots of posters of animals يلا نترجم i love my bedroom انا بحب حجرة نومي i share it with my sister بشاركها مع اختي يعني انا واختي حجرة واحدة بده وصف الحجرة بتقول on the right على اليمين there is my bed with a desk next to it في السرير وجنبيها المكتب on the left على اليسار او في الشمال there is my sister's bed في سرير اختي in the middle of the room في منتصف الحجرة there is an armchair with two cushions and a big lost في الكرسي ابو الدرعين وعليه التكيتين او المخدتين وجنبيهم الدولاب الكبير on the wall على الحائط there are lots of posters of animals في ملتصقات او صور كتيرة للحيوانات طيب السؤال بيقول number one i love my living room طبعا هنا فرصة وهنا ما قاليش انه هو love living room انما قال انه هو love الbedroom طيب number two بيقول i share my bedroom with my brother لا هي قالت انها بتشاركها مع her sister مش brother يبقى فرصة طيب number three بيقول on the right there is my bed على اليمين في السرير بتاعي طبعا true طيب number four بيقول there are lots of posters of plants on the wall هي قالت انه في ملتصقات على شكل النباتات يعني او صور النباتات على الحيطة لا هي قالت لي animals مش نباتات يبقى فرصة طيب نخلي بالنا ان القطع متكررة في حتة الفوكابلري بتاعها فنخلي بالنا ان مش هينفع تحفظ قطعة بالاسئلة بتاعيتها لا افهم واشوف الفوكابلري يعني قطع كان بيقولك انه هو بيحب قدة النوم قطع تانية بيقولك لا هو بيحب قدة الجلوس اكتر قطعة بتقولك هي بتشارك القدة مع اختها قطع تانية بيقولك لا هو بيشارك القدة مع اخوه فاخد بالك القطع اللي جاي لك ايه والاسئلة اللي عليها ايه عشان محدش يعمل زكي ويحفظ قطعة باسئلتها واول ما يسمع بقى living room bedroom يروح حاطة انا حافظ true false false true والحالات اللي انتو بتعملوها دي لا افهم وطبق لان القطعة ممكن يغيرلك فيها يغيرلك في الاسئلة وانت تلاقي نفسك حافظها غلط فانت ما تحفظ انت افهم الفوكابلري وافهم وهو بيقول عشان تعرف تحل طيب كده احنا خلصنا اول نوع من انواع القطع اللي هو مهارة listening لما بيديني قطع listening ويجيب لي عليها اسئلة true وال false هناخد بقى دلوقتي تاني نوع من انواع قطع listening برضه عشان ينمي عندنا مهارة listening وهي انه يجيب لي قطع listening ويجيب لي عليها اربع جمل complete والجملة دي هتكون نقصة كلمة المفروض ان انت سمعت الكلمة دي في القطعة وفهمتها فبتكتبها طبعا السؤال دوت بيعتمد على انك برضو فاهم القطع اللي عندك حافظ الفوكابلري بتاعك عشان تعرف تكتب الكلمة صح لازم ال spelling وال dictation بتوع الكلمة يكونوا صح لو كتبت ال spelling او dictation بتوع الكلمة الاملة والهجاية بتاعتها غلط مش هتاخد الدرجة هتتحسب لها غلط عشان كده بنقول مهم جدا في الفوكابلري وبكرر كتير ان احنا نحفظ شكل الكلمة نحفظ معنى الكلمة نحفظ هجاية الكلمة نحفظ sound بتاع الكلمة عشان لما اسمحها في listening اعرف اكتبها طيب وده مذاكرة اي لغة اي لغة بتذاكرها فرامساوي الماني اي طالي انجليزي اي لغة بتذاكرها لازم تحفظ الفوكابلري وتحفظ الكتابة بتاعته وال sound بتاعته وال accent بتاعته عشان تعرف تدكن اللغة دي طيب يلا نشوف اول قطعة معايا هي dialogue ما بين داليا و رانيا بيقول listen and complete يعني اسمع واكمل ال dialogue بيقول طبعا برضو بنقرأه عشان نسمعه كويس وبعدين نرجع نترجم داليا where were you yesterday رانيا i was at my aunt's apartment she moved to a new apartment داليا why رانيا because this apartment has a big kitchen which is much bigger to cook in داليا واو what else رانيا there are four bedrooms and there is a great view from the balcony داليا that's nice طيب يلا نشوف الترجمة كده ده حوار ما بين داليا و ما بين رانيا داليا بتكلم رانيا بتقول لها where were you yesterday كنتي فين مبارح رانيا ردت عليها و قالت لها i was at my aunt's apartment انا كنت في شقة عمتي او خلتي she moved to a new apartment عشان هي نقلت لشقة جديدة ردت عليها داليا و قالت لها why ليه بتسألها يعني ليه عمتك ولا خلتك دي نقلت لشقة جديدة ردت رانيا و قالت لها because this apartment has a big kitchen which is much bigger to cook in قلت لها عشان الشقة الجديدة دي فيها مطبخ كبير اكبر بكتير من المطبخ القديم فتقدر ان هي تقف وتطبخ فيه طيب داليا قلت لها wow عجبها الموضوع what else ايه كمان عايزة بقى تقول لها المميزات يعني ليه الشقة اللي هي نقلت لها دي افضل من التانية في ايه فردت رانيا و قالت لها there are بتوصفها لها بقى هي عايزة تعرف الوصف ردت قلت لها there are four bedrooms في عندنا اربع حجر نوم and there is a great view from the balcony و كمان المنظر من البلكونة واو جميل لما بنقف البلكونة كده بنشوف منظر جميل قلت لها هذا حسنا يعني او هذا جيد يعني طيب تعالوا نشوف الجمل هنا رانيا visited her aunt ها طبعا هنا احنا عايزين نقول ان رانيا زارت شقة عمتها فمنساش apostrophe s بتاعت الملكية يبقى انت's apartment يبقى ان هكتب apartment وقبليها هكتب apostrophe s بتاعت الملكية عشان يبقى هي معناها ان هي زارت شقة عمتها طيب number 2 بيقول the new apartment has a big A which is much easier to cook in the new apartment has a big A which is much easier to cook in يعني الشقة التانية فيها ايه اكبر فهيخلي عملية ان هي تطبخ فيه اسهل طبعا فيها big kitchen مطبخ اكبر يبقى هكتب كلمة kitchen طيب number 3 بيقول there are a bedrooms هو قال لي انه عنده اربع حجرات نوم يبقى there are four bedrooms لازم اكتبها بال letters اكتبها بالحروف طيب number 4 بيقول there is a great view from the في منظر حلو منين من البالكوني من البالكونة يبقى انا عن طريق ان انا سمعت وهو بيقرال القطعة listening فهمتها وترجمتها عرفت الكلمة النقصة عندي في الجملة وانا حافظة الفوكابلري عرفت اكتبها وكتبت ال spelling بتاعها صح طيب نشوف الجملة اللي بعد كده سوري نشوف الكتعة اللي بعد كده الكتعة بتقول we live in a small apartment but i like our apartment it's comfortable and tidy i have a small bedroom there is one white bed in my bedroom i have a wooden desk to study on it there is a balcony in our apartment you can see an amazing view from the balcony طيب يلا نترجم we live in a small apartment نخلي بالنا ان القطع listening and true force ممكن تيجي قطع complete مكانها والقطع listen and complete ممكن ناخد نفس القطع ونجيب عليها اسئلة true or false فنخلي بالنا من البدائل ان كل الاسئلة اللي عندنا ممكن نحولها الاسئلة تانية وممكن استفاد جدا من القطع دي في ان انا اكون عندي vocabulary واكون عندي جمل يبقى عندي حصيلة لغوية بحيث ان انا قدر استخدمها لما يجي اكتب براجراف مثلا لما يجي يقول لي اكتبي براجراف مثلا عن unusual homes اللي هي البيوت الغير الاعتيادية او يقول لي اكتبي مثلا عن new apartment شقة جديدة فتقدر من القطع ان انت سمعتها دي تاخد جمل وتكتب في البراجراف باسروبك طيب هنا بيقول we live in a small apartment يعني نحن نعيش في شقة صغيرة but i like our apartment ولكن انا احب شقتنا it's comfortable and tidy هي مريحة ومرتبة مرتبة كده i have a small bedroom بيقول انا عندي حجرة نوم صغيرة there is one white bed in my bedroom بيقول ان في سرير ابيض واحد في حجرة النوم بيقول i have a wooden desk to study on it بيقول عندي المكتب الخشبي عشان اذاكر عليه بيقول there is a balcony in our apartment في بلكونة في شقةنا you can see an amazing view from the balcony انت تقدر تشوف منظر رائع منظر جميل من البلكونة بتاعتنا طبعا amazing هتسوي هنا fantastic هتسوي wonderful هتسوي beautiful هتسوي nice كلها بيبقى معناها مناظر جميلة يعني طيب هنا بيقول we live in a small هو قال ان احنا بنعيش في شقة صغيرة يبقى small apartment يبقى هكتب كلمة apartment there is one white a in the bedroom عايز يقول ان فيه سرير ابيض واحد في حجرة النوم يبقى كلمة النقصة هي كلمة bed اللي هو سرير number three i have a wooden a to study on it انا عندي اي خشبي بذكر عليه مكتب خشبي يبقى wooden desk يبقى نقص كلمة desk هكتب كلمة desk number four you can see an amazing a from the balcony بقول ان انا ممكن ان انا ارى منظر جميل او منظر رائع من البلكونة يبقى amazing view view اللي هو منظر ده طبعا تدريب ليك على انك فهم الفوكابلري وحافظه وبتعرف تكتبه طيب تعالوا نشوف الديلوج اللي بعد كده الديلوج ما بين احمد وحسام احمد بيكلم حسام بيقوله what do you think ancient Egyptian homes were like حسام it was very amazing they used mud bricks to keep their homes cool احمد wow what else حسام they painted their homes white to make them cooler احمد how did they sleep حسام there were red mats to sit and sleep on they used papyrus to cover the windows and doors احمد that was amazing يلا نترجم ده دعي لجمة بين احمد وحسام احمد بيكلم حسام بيقوله what do you think ancient Egyptian homes were like يعني ماذا تعتقد او في اعتقادك كده البيوت المصرية القديمة كان شكلها عامل ازاي رد حسام على احمد وقاله it was very amazing انها كانت رائعة كانت مدهشة كانت جميلة they used mud bricks to keep their homes cool هم استخدموا الطين اللبني او الطوب الناي يعني او الطوب المصنوع من الطمي بتاع نهر النيل عشان يحافظوا على البيوت بتاعتهم رطبة وتبقى البيوت بتاعتهم منعشة وطبعا شرحنا الموضوع ده احمد قال له wow what else قال له وايه كمان حسام رد عليه وقال له they painted their homes white to make them cooler قال له ان هو برضو دهنوا البيوت بتاعتهم وبيضوها باللون الابيض عشان يخلوها برضو البيوت بتاعتهم تبقى رطبة وتبقى منعشة متبقاش حارة رد احمد وقال له how did they sleep قال له كانوا بيناموا ازاي فحسام قال له there were red mats to sit and sleep on كان عندهم الحصر اللي مصنوعة من البوس اللي كانوا بيناموا وبيعودوا عليها where they use papyrus to cover the windows and doors وكانوا بيستخدموا ورق الباردي عشان يغطوا الببان والشبابيك احمد قال له that was amazing ان هذا مدهش او هذا رائع طيب نشوف الاسئلة number one بيقول ancient Egyptians used a to keep their homes cool الكدماء المصريين كانوا بيستخدموا ايه عشان يخلوا البيوت بتاعتهم رطبة او منعشة وما تبقى شحر طبعا كانوا بيستخدموا mud bricks يعني الطوب النيم number two بيقول they painted their homes a to make them cooler هم دهنوا البيوت بتاعتهم بايه عشان او لونها ايه يعني عشان تبقى وردوا البيوت دي رطبة ومنعشة طبعا white دهنوها white زي ما قلنا ان الالوان الفتحة بتخلي اشعة الشمس تنعكس بعيد ما نمتصهاش فبالتالي يبقى الجو عندنا رطب ومنعش ما يبقى شحر number three بيقول there were a to sit and sleep on كان عندهم ايه بيعدوا و ايه بيناموا عليه كان عندهم red mats اللي هي الحصر طيب number four they used a to cover the windows and doors كانوا بيستخدموا ايه عشان يغطوا الببان والشبابيك كانوا بيستخدموا البيبايروس اللي هي اوراق البرد طيب بنشوف القطعة اللي بعد كده بتقول i love my apartment i share my bedroom with my sister in the middle of the room there is an arm chair there are two cushions on the arm chair on the wall there are lots of posters of animals there are lots of posters of animals في ملصقات وصور لحيوانات كتيرة طيب يبقى اول حاجة i am my bedroom with my sister عايز اقول ان انا اشارك حجرة نومي مع اختي يعني انا اختي لنا حجرة واحدة يبقى share share يعني انه شارك يبقى هكتب كلمة share number two in the middle of the room there is a او an يعني في منتصف القودة كان في ايه كان في مثلا الارمتشير يبقى هو الكرسي اللي هو الارمتشير طيب number three بيقول there are two a on the arm chair كان في حاجتين على الكرسي البدرعات دي كان في ايه التكيتين او المخدتين اللي بسميهم cushions يبقى there are two cushions on the arm chair number four on the wall there are lots of animals عالحيتة كان في ملصقات كتيرة لحيوانات يبقى lots of posters يعني ملصقات كتيرة لحيوانات طيب نشوف الكتعة اللي بعد كده بتقول my name is salma I am doing research about ancient Egyptian homes the furniture in ancient Egyptian homes was very different from today there were red mats to sit and sleep on they use papyrus to cover the windows and doors this kept the insects outside not many people had beds or chairs there were red mats to sit and sleep on كان عندهم الحصائر اللي بيعودوا بيناموا عليها they use papyrus to cover the windows and doors كانوا بيستخدموا أوراق البردي عشان يغطوا الببان والشبابيك this kept the insects outside وده كان بيخلي الحشرات تبقى بره المنزل ما تبقاش موجودة في المنزل not many people had beds or chairs مش ناس كتير كان عندهم سراير و كراسي السراير و الكراسي دي كانت تبقى موجودة في الطبقة الحاكمة عند الملوك و المزراء إنما الطبقة بتاعت المزارعين والفلاحين والطبقة البسيطة ما كانش عندهم الحاجات دي طيب هنا بيقول لي Selma is doing research about ancient Egyptian A يعني سالما كان بتعمل بحث عن A طبعا عن البيوت المصرية القديمة ancient Egyptian homes طيب number 2 بيقول the furniture in ancient Egyptian homes was very A from today يعني الأساس في مصر القديمة بتاع البيوت بتاع مصر القديمة كان مختلف عن يومين دون يبقى was very different مختلف جدا طيب number 3 there were A mats to sit and sleep on كان عندهم الحصائل اللي بيعودوا بيناموا عليها يبقى there were read mats الحصائل اللي مصنوعة من البوس اللي بيعودوا بيناموا عليها number 4 they used papyrus to cover the A and doors كانوا بيستخدموا أولاء الباردي عشان يغطوا ايه ال windows وال doors الببان والشبابيك طيب نشوف الكتعة اللي بعد كده بتقول i am sama i am in grade 5 our family live in a big house it has 3 bedrooms we cook in the kitchen we watch television in the living room my favorite room is my bedroom my favorite room is my bedroom i like to play games and do my homework in my bedroom يبقى بتقول i am sama اسمي sama i am in grade 5 انا في سنة 5 our family live in a big house اسرتي بتعيش في منزل كبير او بيت كبير it has 3 bedrooms المنزل ده فيه 3 حجرات نوم we cook in the kitchen بنطبخ في المطبخ we watch television in the living room بنتفرج ع التلفزيون في حجرة المعيشة my favorite room is my bedroom حجرتي المفضلة هي حجرة نومي i like to play games and do my homework in my bedroom انا بحب ان انا ألعب وأعمل الواجب بتاعي في حجرة نومي طيب الاسئلة بيقول sama is in grade هي قالت لنا انها في grade 5 هي في سنة 5 يبقى هكتب 5 طيب number 2 بتقول her house has 3 بيتها في ايه فيه 3 قوة نوم يبقى 3 bedrooms يبقى هكتب bedrooms يعني حجر نوم طيب number 3 بيقول they watch television in the air room كانت بتتفرج ع التلفزيون في ايه في حجرة المعيشة يبقى في living room number 4 she does her homework in her يعني بتعمل الواجب او ال homework بتاعها فين في حجرة نومها يبقى in her bedroom طيب نشوف القطع اللي بعد كده dialogue ما بين داليا و مونة داليا how long did you live in your old apartment مونة 12 years then my parents moved to a closer apartment داليا so what's better about this new apartment مونة as you can see there is more space so we can have a bigger television طيب يلا نترجم طيب يلا نترجم dialogue ما بين داليا و مونة داليا بتسأل مونة بتقول لها how long did you live in your old apartment يعني كم المدة اللي عشتيها في شقة القديمة فردت مونة وقيت لها 12 years 12 سنة then my parents moved to a closer apartment بعد كده اهلي انتقلوا لشقة قريبة داليا so what's better about this new apartment فداليا بتسأل مونة تاني بتقول لها طيب ايه المميز في الشقة دي عن الشقة القديمة الشقة الجديدة اللي بيميزها هي احسن في ايه فمونة قلت لها common seat تعالي وشوفي هتوريها بقى تفرجها الشقة فبتقول لها the new kitchen is bigger المطبخ الجديد اكبر and the oven is more modern وكمان الفرن يعني ايه حديث اكتر يبقى قلت لها ان المطبخ الجديد اكبر وكمان الفرن حليث اكتر فداليا قلت لها very nice and this is the living room فداليا بتقول لها حلوة اوي طب وهي دي حجرة المعيشة فمونة قلت لها yes as you can see ايوة زي ما انت شايفة كده there is more space so we can have a bigger television يعني الحجرة واسعة فعندهم مسافة يعني مساحة فضية انهم يقدروا انهم يحطوا تليفزيون او شاشة كبيرة طيب يبقى مونة lived a years in her old apartment يبقى مونة عاشت كم سنة في شقةها القديمة عاشت 12 years اللي هما 12 سنة طيب مونة's parents moved to a closer يعني اهل مونة انتقلوا انتقلوا لشقة قريبة يبقى closer apartment شقة قريبة يعني طيب number 3 the new kitchen is المطبخ الجديد is bigger كان اكبر فهكتب كلمة bigger number 4 the oven is more يعني الفرن كان اكتر حداسة هو مدرن اكتري is more مدرن يعني حديث اكتر طيب نشوف الديالوج اللي بعد كده ما بين احمد و خالد احمد بيقول what are you doing خالد خالد i am writing a blog about unusual homes i found a strange house in south africa احمد what does it look like خالد it looks like a nest it has everything like a normal house احمد that's awesome طيب يلا نترجم دايلو ما بين احمد و خالد احمد بيسال خالد بيقوله what are you doing خالد بتعمل ايا خالد فخالد رد عليه و قال له i am writing a blog about unusual homes قال له انا بكتب مدونة على الانترنت عن البيوت الغير تقليدية او البيوت الغير عادية قال له i found a strange house in south africa وجدت بيت غريب في جنوب افريكيا فاحمد قال له what does it look like قال له هو شكله عامل ازاي البيت دا شكله ازاي فخالد قال له it looks like a nest شكله عامل زي ما يكون عيش عيش بتاع الطيور it has everything like a normal house وفيه كل الحاجات زي البيوت العادية جدا بس هو واحد شكل انه هو عيش احمد قال له that's awesome هذا رائع يبقى خالد is writing a a about unusual homes خالد كان بيكتب ايه عن البيوت الغير عادية كان بيكتب بلوج مدونة طيب خالد found a strange a in south africa خالد وجد ايه غريب موجود في جنوب افريكيا وجد strange house منزل غريب طيب number three the house looks like a a المنزل ده كان شكله زي ايه شكله a nest زي العش بيقول it is everything like a normal house عايز يقول ان كل حاجة فيك انها زي ما موجودة في اي بيت طبيعي يعني في حجر النوم حجرة المعيشة الحمامات المطبخ ولكن هو شكله زي النست شكله زي العش فيبقى it has it has everything like a normal house طيب نشوف الكتعة اللي بعد كده كتعة بتقول hi my name is dalida and i like blogging about different things this week i'm writing about unusual homes this topic is very important for me because my mom is an architect so she sometimes takes me to see some brilliant places it's really awesome طبعا ده بالنص من الدرس بتاع unusual homes بتقول hi my name is dalida اسمي dalida and i like blogging about different things بحب اكتب مدونات على الانترنت عن الاشياء المختلفة this week هذا الاسبوع i am writing about unusual homes انا بكتب عن البيوت الغير تقليدية او الغير عادية this topic is very important for me هذا الموضوع هام جدا بالنسبة لي because my mom is an architect لان انا ممتي مهندسة معمالية so she sometimes takes me to see some brilliant places عشان كده هي ساعات بتاخدني وتفرجني على اماكن رائعة it's really awesome هو في الحقيقة مدهش جدا بتتكلم على البيت اللي هي وجدته ده اللي هو بيت شكله جميل جدا ومدهش جدا طيب نشوف الاسئلة طبعا ممكن القطعة دي تجيلي كقطعة listening وعليها الاسئلة true false او ممكن تجيلي كقطعة reading وعليها اسئلة choose واسئلة مقالية طيب هنا بيقول دالية ده likes a about different things طبعا likes blocking blogging about different things يعني بتحب المدونات عن الاشياء المختلفة طيب داليا is writing about a homes this week داليا بتكتب عن ايه الاسبوع ده عن unusual homes يعني عن البيوت الغير تقليدية طيب ثالث حاجة بيقولي داليا's a is an architect يعني مامة داليا مهندسة معمالية يبقى داليا's mom مامتها مهندسة معمالية number four her mom sometimes take her to see some brilliant a her طبعا some brilliant places يعني هي بتخدها عشان تفرجها بعض الاماكن الجميرة طيب تعالوا نشوف الجتعة اللي بعد كده دعي لهم ما بين فريدا ودينا فريدا welcome to my new apartment دينا دينا thanks do you like living here فريدا yes it's a great apartment دينا what's better about this new apartment فريدا it's much bigger than our old apartment we have three bedrooms now and two bus rooms دينا it's lovely the balcony is fantastic too يلا نترجم ده لغمة بين فريدا ودينا فريدا بترحب بدينا دينا راح عشان تزورها تبريكلة عشان شقةتها جديدة ففريدا بتقول له welcome to my new apartment دينا اهلا ومرحبا بك في شقتي جديدة يا دينا فدينا قيت لها thanks شكرا do you like living here هل بتحب ان انت تعيشي هنا فريدا قيت لها yes it's a great apartment قيت لها ايوة لان هي شقة عظيمة او شقة جميلة دينا قيت لها what's better about this new apartment قيت لها ايه الافضل او ايه الاحسن في الشقة دي يعني ايه المميز في الشقة دي عن الشقة القديمة ففريدا قيت لها it's much bigger than our old apartment قيت لها هي اكبر من شقتنا القديمة we have three bedrooms now and two bus rooms احنا دلوقتي عندنا ثلاث حجرات نوم وحمامين دينا قيت لها it's lovely هذا جميل واقيت لها the balcony is fantastic too قيت لها البالكونة رائعة وجميلة ايضا يلا نشوف الاسئلة دينا is at فريدا's new دينا موجودة فين موجودة في شقة فريدا الجديدة يبقى دينا is at فريدا's new apartment شقة الجديدة number two the new apartment is much a than the old apartment الشقة الجديدة اكبر من الشقة القديمة يبقى is much bigger than اكبر من الشقة القديمة number three they have three a and two bus rooms قالت انها عندها ثلاث حجر نوم يبقى three bedrooms and two bus rooms وحمامين number four the balcony is البالكونة fantastic رائعة البالكونة رائعة كده احنا خلصنا مع بعض بنك اسئلة على الوحدة الاولى في الجزء الاول من المهارات اللي بنتعلمها وهي مهارة listening استمروا معانا ان شاء الله هننزل فيديو ستاني لبقية بنك الاسئلة عن الاسئلة المختلفة دلوقتي كده احنا خدنا اول سؤالين بيجيلك في الامتحان هو سؤال listening بيجيب لك قطع listen وعليها اسئلة true force وقطع listen وعليها اسئلة complete وعرفنا بيتحلوا ازاي ان شاء الله في الفيديو القادم هجيب لكم مزيد من الاسئلة على الحاجات المختلفة الاخرى اللي بيجيلكم في الامتحان زي سؤال ال match ال reorder القطع reading ال paragraph طب معي هننزل مع بعضه كل ده ويبقى احنا مخلصين بدري وبنراجع بدري عشان امتحان اول مارس باذن الله لو لسه ما اشتركتش معي ما تنساش بقى هتروح على تطبيق اليوتيوب هتكتب في شريط البحث منارة العلم بالعربي English for you بالEnglish هتفتح معاك القناة تحت اي فيديو هتلاقي زرار احمر مكتوب عليه اشتراك او subscribe هتدوس على الزر الاحمر يبقى انت اشتركت معي هتفعل الجرس على الكل عشان كل ما نزل فيديو يوصلك اشعار ان في فيديو نزل فتدخل وتتابع معنا ما تنساش بقى لو استفدت من الشرح وعجبك الشرح ان انت تعمل لايك تحت الفيديو وتعملني comment حلو منك تشجعني ان انا اكمل به وانت عارف ان احنا القناة دي هي زكاة علم هدخنا بس ان احنا نساعدكم بيها فانتو كمان ساعدوا اي حد تعرفوه احنا رفعين شعار ساعد تقجر احنا بنساعدكم عشان ربنا يساعدنا انتو كمان ساعد اي حد تعرفوه عشان تفضل الصدقة ماشية ما تقفش عندنا وربنا يساعدنا كلنا باذن الله فاي حد تعرف ان هو محتاج شرح لغة انجليزية للصف الرابع والخامس الابتدائي خليه يدخل ويشترك معانا وباذن الله هيستفاد شكرا لكم شكرا على حسن استماعكم كانت معكم منارة العلم انجليش فوريو وز ماي بس ويشيس سانكيو ان جود باي